اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هي موجهة للدارسين الراشدين وتهدف السلسلة إلى تحقيق الكفايات التالية أولاً الكفاية اللغوية وتضم مهارات اللغة وعناصرها كما يأتي المهارات اللغوية الاستماع الكلام القراءة والكتابة العناصر اللغوية الثلاثة وهي الأصواب المفردات والتراكيب النحوية ثانياً الكفاية الاتصالية لتمكين الطالب من الاتصال بأهل اللغة مشافهة وكتابة وللتعبير عما يريد ثالثاً الكفاية الثقافية للإلمام بثقافة اللغة وهي الثقافة العربية الإسلامية ولمحة سريعة عن الثقافة العالمية وأهم ما يميز سلسلة العربية بين يديك أنها من أحدث السلاسل في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها تبنت أحدث طرائق وأساليب تعليم اللغات الأجنبية ضمت كتب التدريبات والنشاط إلى كتب الطالب الثمانية لأسباب عملية التكامل بين كفايات اللغة الثلاث اللغوية والاتصالية والثقافية ومراعاة التدرج في عرض المادة العلمية الزمن الكلي المتوقع لتدريس السلسلة هو ستمائة ساعة دراسية ويمكن توزيعها بحسب كل برنامج أربعة وعشرون أسبوعاً في برنامج يتيح لها خمسة وعشرين ساعة أسبوعياً خمسة وسبعون أسبوعاً في برنامج يتيح لها ثمان ساعات أسبوعياً تبنت نظام الوحدة في بناء الكتاب مع ضبط تام لعدد المفردات والتراكيب في كل وحدة حيث بلغ مجموع مفردات السلسلة ثلاث آلاف وثلاث مائة وخمساً وعشرين مفردة وزعت كما يلي المستوى الأول سبعمائة وإحدى وأربعون مفردة المستوى الثاني تسعمائة وست واربعون مفردة المستوى الثالث ثمانمائة وثلاث وخمسون مفردة المستوى الرابع 785 مفردة عالجت الأصوات والظواهر الصوتية بطرق متنوعة وجديدة حوت أنواع كثيرة ومختلفة من الاختبارات اللغوية القياسية والتحصيلية في بداية كل مستوى ومنتصفه ونهايته اهتمت السلسلة بالمعلم فجعلت لكل مستوى كتابا مستقلا للمعلم فيه توجيهات لإدارة الصف وإجابات التدريبات وكتاب الطالبي مصغرا وأساليب تقديم المهارات والعناصر وكيفية إجراء التدريبات وغيرها ومن هنا جاء كتاب المعلم فريدا في بابه اعتمدت السلسلة ودرست بحمد الله حتى الآن في أكثر من 1200 جامعة ومعهد ومدرسة حول العالم العربية للجميع تقدم لمحبي هذه اللغة العديد من المشاريع الإختصاصية مستخدمة أحدث الوسائل الأكاديمية والفنية المختلفة للرقي بمستوى تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بالإضافة إلى تسهيلها وإيصالها لكل محبيها حول العالم واليوم العربية للجميع أخذت على عاتقها مسؤولية هامة اسمها نرسم الفصحة على كل الشفاة